اشتركوا في القناة اليوم موجود في برج الجدي رح ينتقل في ساعات العصر لبرج الدلو بما أن القمر موجود في برج الجدي معناته هو الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 8 و29 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق بما أن القمر موجود في برج الجدي معناته بتظل طبيعتنا الجدي هي اللي مسيطر علينا منحاول إنجاز أعمال متراكمة برضو منجد الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بمشروع معين مثلاً أو بوسعنا البدء بمشروع أو عمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو أي أمور لها علاقة بالتأمين أو شركات التأمين زي عمل تأمين جديد أو مراجعة شركات التأمين أما بالنسبة للزوايا البطيئة فما زال تأثير زاويتين هم تأثير المباشر اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيرها لغاية يوم 5-11 هاي الزاوية تعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية يعني سلبية منفصلة يعني ما راح تصل لدرجة الاتصال بين زحل وبين أورانوس طبعاً تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بعدين بتنتهي هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلع علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فطبعاً في عنا ثلاث زوايا قبل خلو المسار وعنا بعد انقضاء خلو المسار وانتقال القمر للدل وفي عنا زاوية رح تتشكل بالنسبة لهذه الزوايا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية تقريباً ساعات العصر هاي زاوية بتعزز الخيال الخصم وبيقوى الحدث وعليه فن وكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة واثنين وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات ما بعد العصر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي الزاوية نهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا من ناحية إيجابية ونتعامل مع هاي المشاكل كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار مدة مش طويلة تقريباً بحدود المساعة هو بيبدأ خلو المسار الساعة 13 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة 43 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو بالنسبة لخلو المسار طبعاً معروف أنه هو فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لانتقال القمر للدلو رح يكون الساعة 43 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش طبعاً بهاي الساعات منبلش نشعر أنه بحاجة ماسي للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعياً ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادةً بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا بهاي الفترة تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلاً أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية ما بين القمر وما بين عطارد وهي ذروتها ساعة 9 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية صباح يوم الثلاثاء فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة العظام الأسنان الأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من ساعات ما بعد العصر بتصير عندنا الأعضاء بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وحضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية يعني بمعنى آخر اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا واحد اثنين هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلا من ساعات ما بعد العصر بتوقيت جرينيتش يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي يصلح لأمور الحناء أو القص العلاجي ولكن ما بنصح فيه في فترة خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة اثنين احداش في تمام الساعة 11 وسبع دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بيبدأ وبانتهي الساعة ستة وخمسة واربعين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ستة أيام في تمام الساعة 11 وسبع واربعين دقيقة ظهرا بيصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة بتصير أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد الآن هي بنسبة 70% ولكن في ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لغاية 45% القمر في الجديد بده ينتقل للدلو رح يضل في الدلو لغاية 2-11 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بتنزل نسبة السعادة لـ 15% في ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لـ 5% في ساعات المساء بتصير وضع القمر منتحس بنسبة 25% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 هو الآن سعيد بنسبة 85% ولكن في ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة لـ 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 10% الآن ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لهذا اليوم طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب المخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما من ساعات العصر بتلتقوا الأصدقاء أهم شيء أنك تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية خلال هذا اليوم وحاولوا أنكم ما تبقوا وحدين أي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا ولكن اجتماعيا بتكون بأعلى حضوضها بتكثر عندكم الاتصالات وبتكثر عندكم الموعد برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وعلاقتكم مع الأشخاص اللي خارج البلاد والأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعضكم يخرج في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها وبيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات العصر بينصب اهتمامكم حوال عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم مش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن أنك تواجه أمر صعب أو معقد فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات وتبتعد عن المغامرات وتعتبر هاي فترة واعدة في أمر ما برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيد تنظيم أمركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير اليوم ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف ولكن عليكم تتحلوا بالليوني والتفكير الموضوعي أما في ساعات العصر فهنا النشاط بصير عالي جدا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة في مجال ما أهمش أنك تتحرك على مختلف الأصعدة لأنها فترة إيجابية ودعم لإلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي ولكن القمر ما زال موجود مقابلكم ولكن اليوم بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو أي شيء العلاقة بالمجال العاطفي وتعزيز العلاقات أو توقيع عقد تجاري لغاية ساعات العصر وتعتبر هاي فترة فيها بعض الضغوطات لأن القمر ما زال مقابلك فبتكون ضاغطة ومبين فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات العصر في القمر بصير في البيت الثامن هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أن تدخلوا التعديل المطلوب على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما وتعتبر فترة جيدة لتحصيل تصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر الآن بدأ بمراحل مقابلة رغم أنه ما زال موجود في البيت السادس اللي بيركز على العمل وعلى الصحة فحاولوا اليوم تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا منظمين واحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات العصر فهون القمر بصير موجود مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم بدكوا تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم اليوم قوي وما بيرحم فعشان هيك الأيام هاي ممكن تحمل لك ارتباط مهم ولكن بدك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا بتضرغ بدكم قوي جدا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء أما في ساعات العصر فهنا القمر بنتقل للبيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فبيبدأ العمل بتراكم لديكم أهم شنك ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو من تعب جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب لابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر ببعض التوتر من مسأل ما برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة أهم مش إنك تراعي وضعك الصحي لغاية ساعات العصر تقريباً أما من ساعات ما بعد العصر فهو أنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر بداية فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف وفترة إيجابية دعملة إلك بكثير من الحضوض برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات وتعتبر هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران طبعاً اليوم بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك وتعتبر هاي فترة ممتازة جداً أما في ساعات ما بعد العصر هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك فحاول أنك متخالف القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بيظل بعطيكم مجالات لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن اليوم تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ابتهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما من ساعات العصر فهو هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة جداً للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمشروع أو فعالية معينة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة خلال هذا النهار برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية واليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحها وركود ولكن عليك أنك تتحلى بالحكمة والواقعية على بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم طبعاً من ساعات العصر برضو الأجواء بتصير أحسن وأحسن فبتعيد تنظيم ميزانيتك أهمش أنك ما تغامر بأموالك هي فترة بتحمل بعض المكاسب المالية أو الحلول المالية ولكن بدك تكون يعني فيها بعض الحذر للمغامرات المالية أهمش أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وأنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فعشان هيك بتضل يعني فيه هدوء بالوتيرة عندك وبتصل لحد الركود بتلغي مشاريعك أو ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحوي أهمش أنك ما تحسم أمر لأن هالفترة ما زالت سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها في ساعات العصر طبعاً القمر هنا بوصل عندك بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق ويب برضو اليوم بساعات ما بعد العصر والمساء بحبن لك خبر سار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وممكن تحتفل اليوم بالنجاح أو تطور علاقة ما أو تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك ولكن تبدأ الضغوط من ساعات العصر يعني هيك تيجي باتجاهك لأن القمر بنتقل لبيت متاعبك فعشان هيك من ساعات العصر بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر وخصوصاً لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحضروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك خلال هذا اليوم بسبب وجود القمر في بيت المتاعب اللي أريد أكم يوم موجود في الدلو لا يوصل لعندك بعديها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر